بين المد والجزر تنضي العلاقات بين إيران والغرب غير أن لغة إيران الجديدة تجاه الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي تعكس تهدئة من طرفها تجاه وضع متأزم في مصار يعكس حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد الإيراني عقب مضاعفة العقوبات الغربية على تهران فقد اعتبر الحرس الثوري الإيراني نشر سفن حربية أمريكية في الخليج أمرا ليس جديدا ويجب اعتباره جزءا من وجودها الدائم وهو الأمر الذي يناقض لغة التهديدات التي أطلقتها إيران قبل أيام حين هدذت حاملات طائرات أمريكية من الدخول إلى الخليج وهدذت أيضا بإغلاق مديق هرمز بين التلويح بالقوة ومزيد من العقوبات بين طرفي الأزمة تبدو الأجواء أكثر ميلا منذ قبل للدخول ربما في مفاوضات جادة تقود إيران إلى خيارات صعبة لتقديم تنازلات في ملفها النووي لنزع فتيل الأزمة مع الغرب وتفادي عقوبات صارمة يجري الإعداد لها كاترين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أوضحت أن المصارى الدبلوماسي مع إيران لا يزال قائما رغم تجديد العقوبات ضدها فيما أبدت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة انفتاحها على محادثات جديدة مشروطة بشأن الملف الإيراني ويتوقع أن تلحق الولايات المتحدة بالاتحاد الأوروبي الذي يسعى لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني فضلا عن الإعلان عن الحظر على استيراد أوروبا للنفط الإيراني والحديث عن احتمال فرض حظر على بيع الذهب والماس لدى إيران دائرة الضغوط الدولية هذه تزداد حلقاتها وقد لا تجد الطهران فرصة أمامها سوى الاستجابة وإخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية